اهلا بكم في قناة شرح لي ومع دقات طبول الحرب في منطقة الشرق الاوسط هل في خطورة على فلوسنا داخل البنوك هنعمل ايه داخل البنوك زي ما حضراتكم شايفين الاعتداء الصهيوني الغاشم على اهلين في غزة وفي الاراضي المحتلة امام مرأة ومسمع من المجتمع الدولي للأسف زي ما احنا شايفين الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا وغيرهم من الدول بيدوا دعم كامل لصهينا والاسرائيل هل منطقة الصراع ممكن تمتد؟ هل منطقة الحرب ممكن تمتد؟ طب لو امتد منطقة الحرب ايه تأثيره ده على الاقتصاد العالمي وايه تأثيره على فلوسنا داخل البنوك وايه اللي نقدر نعمله في زل التوترات وفي زل الصراع في المنطقة والعدوان الاسرائيلي على غزة تعالوا معنا لشوف التفاصيل بنقول تاني مع تعنت الادارة الامريكية والاسرائيلية ومع الدعم اللي بيقدمه الغرب لاسرائيل في حربها على الاهلين في غزة واللي انكشف ادام العالم اجمع مدى دموية الكيان السهيوني واللي بتدعمه الالة الامريكية العسكرية واللي بتحاول تحشد اكبر عدد من الدول لدعم اسرائيل في حربها ضد قطاع غزة وقتل المدنيين العزل اللي ملهمش زنب كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة مع كل التحذيرات وكل التصحات اللي اكدت على خطورة ما يحدث في المنطقة على الاقتصاد العالمي ومنه الاقتصاد الامريكي والاقتصاد الاوروبي اللي في الدول اللي بتدعم اسرائيل فلن ينعم العالم او الاقتصاد العالمي اذا منطقة الصراع لو امتدت واذا لم يتم وقف الادوان على غزة مع امتداد الحرب على غزة وتدمير البنية التحتية لغزة ده حيؤدي الى مزيد من الرقود الاقتصادي على المستوى العالمي وعلى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية رئيس البنك الدولي بيصف ما يحدث بانه ضربة خطيرة على التنمية الاقتصادية على المستوى العالمي وبيقول احنا في منعطف خطير جدا وده له تأثير سلب كبير على الاقتصاد العالمي وهيزداد خطورة اذا ما تحول الى صراع على المستوى الاقليمي مديرة صندوق النقد الدولي بتقول ان ما يحدث من الحرب على غزة ده حيزيد الاقتصاد العالمي قتامة والله هو بالفعل بيعاني من مشاكل وقتامة حالية وده بيهدد الى استقرار اسعار النفط في حالة لو اسعار النفط ارتفعت عن 91 دولار للبرميل ده حيؤدي الى موجة كبيرة جدا من التضخم في الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي الولايات المتحدة الامريكية اصيبت بارتفاع في معدلات التضخم كانت الاعلى منذ 40 عاما في يونيو 2022 وصلت لتسعة في المية ولذلك تم رفع اسعار الفائدة وده ادى الى نوع من الرقود في الاقتصاد الامريكي وفي حالة لو استمر العدوان الاسرائيلي على غزة ده حيؤدي الى مزيد من المشاكل في الاقتصاد الامريكي وايضا الاقتصاد الاوروبي ده اشهد موجة من التضخم وفي حالة استمرار الحرب ده حيؤدي الى موجة من التضخم وبريطانيا شهدت اعلى النوع من التضخم منذ عام او منذ 40 عام كان في شهر اكتوبر الحالي وصل ال 11% صحيح ان معدلات التضخم دلوقتي اتراجعت ولكن مع استمرار العدوان السهيوني على غزة ده حيؤدي الى موجة كبيرة جدا من التضخم على الولايات المتحدة وعلى الاتحاد الاوروبي وبالتالي حيؤدي الى مزيد من رفع اسعار الفائدة ولو ده حصل حيؤدي الى ركود اقتصادي وبالتالي المواطن الامريكي والمواطن الاوروبي هو اللي هيدفع الفطورة خلال الفترة القادمة بسبب صده عن ما يحدث في غزة يعني بسبب صمتهم عن ما يحدث في غزة حيؤدي الى مشاكل حتصيبهم نتيجة هذا الصمت وبالتبعية ده حيؤدي الى انكماش اقتصادي ويأتي هنا السؤال في ظل الحرب وفي ظل الادوان الاسرائيلي على قطاع غزة احنا موقفنا ايه الناس اللي حتى فلوسها داخل البنوك موقفهم هيبقى ايه او ايه اللي ممكن يتعرضوله من مخاطر خلال الفترة القادمة مع استمرار هذه الحرب احنا حاليا في فترة يعني متوترة في فترة فيها يعني حرب في فترة فيها ازمات الله اعلم هتنتهي ازاي ممكن الكلام ده كله ممكن يتلمه ممكن يوسع ممكن تخش تتدخل دول تانية ما نقدرش نحدد ولا نعرف مداها ايه الاقتصاد العالمي لسه ما خرجش من ازمة كورونا ولا خرج لسه من ازمة الحرب الروسية الاوكرانية علشان خاطر يقدر يخش في ازمات اخرى تانية فكل دول العالم متأثرة بما حدث خلال الفترة القادمة ومعنى استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بهذا الشكل ده معناه انه هيؤدي الى مزيد من التوتر على المستوى العالمي ويؤدي الى ارتفاع الاسعار وايضا الى التدخم ويعني لو حصل هذا واستمرنا في ارتفاع معدلات التدخم اكتر ما هي مرتفعة ده معناه انه هو فيه اثر على الاموال اللي موجودة والسيولة اللي موجودة معانا وهي السيولة النقدية اي انكت السيولة النقدية دي بالدولار او باليورو او بالجنيه المصري باي عملة بالريال بالدرهم بالدينار اي انكت العملة اللي انت محتفظ بيها لو ارتفع التدخم لقدر الله اكتر من الموجود حاليا ده هيكلني عكاس سلبي كبير جدا على الاموال السائلة يبقى اذا العدو المخيف اللي هيواجهني خلال الفترة القادمة هو التدخم وزي ما قلنا لحضراتكم واعراضنا دلوقتي ان العالم هيصابه موجة جديدة من التدخم في حالة استمرار الحرب او الاكتياح السهيوني للاراضي الفلسطينية في الحالة دي ممكن نشهد موجة كبيرة جدا من التدخم وده بالتأكيد هيأثر على فلوسنا خيب نجي للسؤال المهم بقى اللي هو يعني عنوان الحلقة هل الفلوس داخل البنوك بتاعتنا فيها خطورة لو حياتك تقصد الخطورة دي ان الدولة تاخد الفلوس او تقولك ملكش حاجة عندنا او البنك هو اللي ياخد الفلوس لا مفيش اي خطورة بل على العكس انت حضرتك مدي البنك فلوسك على سبيل الامانة والبنك ملزم ان هو يرد لك الفلوس بتاعتك ايا كانت المشاكل اللي هتحدث خلال الفترة القادمة انا حاطت فلوسي داخل البنك على سبيل الامانة ووفقا للتعاقد اللي حضرتك تعاقدته مع البنك يعني لو حياتك متعاقد على حساب جاري غير انك لو متعاقد على شهادة او لو متعاقد على حساب توفير او لو متعاقد على وديع الاجل كل حاجة من دول لها شروطها فلو انت حطت في شهادة مثلا لا يتم الكسر الا بعد مروض ستة شهور تقدر تروح بعد ستة شهور مثلا وتسترد فلوسك وتخسر جزء من العائد اللي انت اخدته فكل واقع استثماري داخل البنوك له طبيعته ففلوسنا داخل البنوك ما فيهاش اي مشاكل لكن المشاكل اللي ممكن تواجهنا خلال الفترة القادمة مع امتداد الصراع او تحول الصراع بشكل مفاجئ ده هيؤثر على التضخم ده هيؤثر على يعني التضخم وهيؤثر على اي سيولة نغضية طب نعمل ايه في الحالة دي افضل شيء ان احنا نعمله في الحالة دي ان احنا ننوع استثماراتنا بمعنى ان انا ممكن مثلا احط جزء في الدهب حتى احط جزء في العقارات احط جزء في اسهم احط جزء مسلا في شراء حاجات قابلة للبيع بعد كده زي مسلا شراء سيارة على سبيل المسائل فكل دي مجالات اقدر انوع بها الاستثمارات اللي معايا او الاموال اللي معايا بدل مركزها في سيولة فقط انا بقدر اوزعها بشكل معين بنسب معينة المهم ان انا في وقت الحرب لما بنوع استثمارات بيبقى فيه نوع من حاجة اسمها توزيع المخاطر وبالتالي بتجنب ان انا اتعرض لاي خسائر بفترض ان انا حطيت مثلا في الوزب الجنيه المصري والتضخم دلوقتي مثلا بيتكلم في 40 يقل اقدر الله لو وصل لاعلى من كده وبالتالي القيمة الشرائية كل ما زاد التضخم القيمة الشرائية للفلوس اللي معايا بتنخفض او قيمة العاملة بتاعتي بتنخفض وبالتالي بخسر جزء من فلوسي لكن لما بنوع استثماراتي ده بيكون افضل ولو عند حضرتك القراءة اخر يريد تشاركنا به بحيث ان احنا نعمم الفائدة علينا جميعا ربنا يحمي الفلسطينيين وتحيى فلسطين ويحيى صمود الشعب الفلسطيني في غزة او في الاراضي المختلة في النهاية يا جماعة طبول الحرب بتدق وبالشكل المخيف وده من شأنه زي ما قلنا بأسر الاقتصاد العالمي وزي ما شفنا المؤسسات الدولية زياد النوق زي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خايفين جدا من تأثير العدوان الاسرائيلي على غزة وانه هو يؤدي الى انكماش الاقتصاد العالمي ومشكلة خطيرة في الاقتصاد العالمي مع موجة كبيرة من التضخم واحنا نقدر نعمل ايه عشان خاطر نجنب فلوسنا المخاطر خاطر التضخم ومخاطر الحروب ان احنا ننوع استثماراتنا في اشكال وطرق اخرى ما قلناها لحضرات في النهاية بنعتذر عن الاطالة وبنطلب برضو من حضراتكم لو في اي حاجة اي اسئلة ولا اي حاجة اكتبوها لنا وحننحاول ان شاء الله جاهدين ان احنا ما ناخرش رد على تعليقاتكم لو في اي اكتراحات بنسبة للي قلناها دوت او بنسبة لتنوع للتنوع الاستثمارات ياريت برضو تكتبوها عشان نفيد بعضينا البعض واللي لسه ما شاركش في القناة ياريت ينورنا ويشرفنا ويشترك في قناتنا وما تنسوش اللايك والشير اللايك والشير يا جماعة كتير بيخلي الفيديو بيصل للناس كلها بكل سهولة وبيكون سواب لحضرتك وكمان ما تنسوش ضغط زر الجرس او الاختيار اول اول كل علشان يصلكم كل جديد وفي النهاية بشكر حضراتكم على المتابعة مرة اخرى على الاطالة كان معكم سيد شاكر من قناة تشرح لي اشوفكم على خير